اصحابي حلوين التعوين صباح الفلة ومساء الفلة على حسب الوقت الذي ترون الفيديو فيه وحشتوني جدا جدا وتوحشوني من الفيديو للفيديو اليوم سنفعل فكرة رائعة وحصري على قناتي سنفعل توزعات لعديات الاطفال في العين سنفعلها كيف هذه قطعة من قماش الجوخ نعرف انها لها وش ودهر سنفعل قطعة مستطيلة كده زي ما انتو شايفين هاجبها كده اتنيها نصين اخلي وشها من جوه ودهرها هو اللي منبرر هقسمها طبعا نصين متساويين وحاجة لزقها كده بالسيليكون او بالشام ولما تلزقيها استني عليها شوية لغاية لما تنشف خالص يعني في خطوة هنعملها دلوقتي مع بعض تستني لغاية ما تنشف خالص عشان ما تفكش ملك اهو نستنيتها زي ما قلت لكم نشف خالص هبتدي بقى ان انا اقلبها على ظهرها كده بكل سهولة نعلى وشها تمام بقلم بقى بمقصص قوي مقصص يقطعها وهتبتدي ان انتي تفردي في الزوايا اللي جوه دي طبعا الفكرة دي البنات هتفرح بيها على فكرة اكتر من الولاد هبستو بقت معينا بالمنظر ده شنطة صغيرة كده ده اسم بنتي تمام وانتي تتبعي بقى اسم ولادك والاسماء اللي انت عايديها اه انا هفرغها هنا هوت على اه برده قماش الجوخ بس لون تاني هجيب كده الورقة طبعا انا طبعوها من على الكمبيوتر تقدري تتبعها في اي سايبر لما عندكيش برنتر برده بتجيبيها بتدبسيها بالطريقة دي وبتقصيها كده اهو اصطيت الزيادة دي كل انا مش عايزية هبتدي بقى ان انا ايه افرغ الاسم طبعا انو انتي خالته وعمته ومرة خاله ومرة عمه تقدر ان انتي تدي العادية بالطريقة دي الاطفال هيحبوها جدا جدا اهو انا فرغت الاسم طبعا لما تتبعي الاسم هبيكون احسن بكتير ما انت تكتبيه بخط ايده احسن كده ان الحاجة متناصقة كده ومرتبة كده مع نفسها ايه هبتدي بقى ان انا اشيل الدبابيس بتاعت الدباسة هايزهر الاسم اهو هيوضح معيكو اهو بسه بس انا طبعا حرف الميم كان لازم افرغوا كده من جواه فهجيب بقى مقصت كده صغير جدا هبتدي ان انا ايه اعمل دايرة صغيرة كده جوا حرف الميم لو انتي امروا بتشوفيني يلا بتزلي بسرعة عمليي لايك للفيديو واشتريكي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وتنضمي لأسرتنا فعالتنا اكتبار اكبر واكبر ولو انتي بمتابعين واشتركيني اه يلا نزلي بسرعة برضو حطيلي اللايك واقعي تنسي واستني رأيكو في الكومنتات تحت الفيديو توقعي رأيكو فكرة النهاردة ايه هبتدي بقى اجيب الاسم كده بعد ما خلاص قصيته فرخته حال زقوا بسطيلكم كده او او بالشام اهو بادت الفكرة تقريبا كده توضح بقى ايه قدامكم اهوص اسم سلمة دي كلمة عيد مبارك انا برضو كنت مفرغاها وقصها يعني تبعوها من على الكمبيوتر برضو وفرقتها باسم نفس طريقة اسم سلمة اهي لزقتها عيد مبارك شايفين بقى شكلها حلو ازاي هجي بقى بالخرامة كده ببتدي ان انا اخرم كده من فوق وخلي المسافات متساوية ما بين الفتحات اللي انا هعملها بالخرامة طبعا حاجاتنا انا بشيرها دي اه المفروض هيك تكون دخلت في الخرامة اللي انا خرمت بيها لقماشق الجوخ بس طوامس دي الورق فلازم ان ننسي تفصليها بايدك هجيب قطعة كده من ال شريط اسطان وابتدي ان انا ادخلها في الفتحات دي كده كلها بالطريقة اللي ان شايفينها بالفيديو طبعا طريقة سهلة جدا جدا مش هم كلفة وبتفرح الاطفال زي ما قلت لك جدا وعارفين بقى البنات هتقدر نينسي تخدمها زي محفظة كده تلمي فيها عديات هتحتفظ بيها يعني بنات هتحتفظ بيها اكتر من الولاد حبتدي بقى كده بعد ما دخلتها بالفتحات كلها حبتدي بقى اعمل بيها فيونكا كده صغيرة بسيطة بص لما انت عايزة تشديها وتتقفل حتتقفل بس لما تتقفل حتدالها على كلمة عيد مبارك فانا بصراحة ومش هقفلها انا هخليها كده مفتوحة بصوا لما كشكشك كده اشكلها مش حيلة فانا هخليها كده مفتوحة يعني مفروضة سوري وعملت اهو الفيونكا بتقدي وانت طبعا لو بتعرف تعملي الفيونكا احسن من كده تقدر ان انت تعملي احسن من انا عملتها جميل هجيب بقى شريط الجبير اللي كنا اشتغلنا بيه قبل كده في اعمال الخيش هيخد منه بقى كده وردية برضو كده هخطها في نصف الفيونكا بتاعتي وعندي كده لولي نص هياخد برضو فاصل من لولي نص حطه على الوردة يعني ايه بزينها يعني بزدها ايه ايه جمال شوية اهو بصة حلوة كده وكيوت تقدري بان انت تحط فيها العادية وتحط كمان فيها مصصية كده بمبوني حاجات بسيطة كده للاطفال ومعاهم بلونة انا متوفر قدامي دلوقتي بس عشان بعمل قدامكم الفيديو فانع ايه المتوفر قدامي ان انا اوريكم ان انتو بتحط بس فيها العادية انتو بقى احط زي ما انتو عايزين بقى بمبوني ومصصة شوكالات اتغننة كده حاجات كده حلوة للاطفال تفرح الاطفال مع العادية انا خلاص خزاست الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يارب يكون عجبكو واتدركوا استفادوا من فكرة النهاردة وانتساوش تعملوا اللايك وشيرب واشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ويستنوني في الفيديو اللي جاي والفكرة اللي جاي هتعجبكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة